متى حسيت أنك صرت مشهور من أول مصرح مصر مين أكتر كوميديان بيضحكك شخصيا كل الكوميديانات اللي موجودين في مصر بيدحك أنا أي حد بيدحك أعطيني واحد يعني واحد يبقى نقول الزعيم وعد الإمام لأنه ده الأكبر والأهمل كم بتعطي نفسك من عشرة كممثل دراما بعيدا عن الكوميديا تسعة من عشرة ده ثقة بالنفس والله يمكن ده جانب الناس إن شاء الله بإذن الله هتشوفوا واحدة واحدة مني إن شاء الله بإذن الله كوميديان بقى بتعطي نفسك كم لا دي بقى كسف أقول ليه عشان دي تعط ربنا يعني تقول تسعة من عشرة لا لا أصلي أنت تخاف تقولها كده يقولك آه أنت هتعمل لنا بقى فيها دمك خفيف خلي الناس اللي تحكم أحسن طيب بعد تسعة من عشرة ما خلاص لا أصلي الدراما دي يعني تقولي فها تسعة من عشرة عشرة عادي تمشي إنما في الكوميديا بالذات الناس أوكي تنتقد أكتر طيب اختياراتي مدمرة حياتي أغنية فيلمك الأخير مستر أكس إيش أسوأ اختياراتك لا الحمد لله ما فيش في كل اختياراتي مفرح حياتي الحمد لله حسيت بخوف أصلا أبو مرة أكلم حد وأنا مش شايف أوكي طيب معلش اتحملنا شوية هالمشتري متابعين على أي منصة حالس والله يعني أنا مش عارفة أنتك ستة مليون على انستجرام كم كده فيهم؟ أنا عايز أقولك أن أنا كده ومش متفاعل تقريبا يمكن الفترة أكرة بس متفاعل عشان خاطر نزلي أعمال وكده لكن أنا في العادي مش متفاعل لو تفعلت هيبقى العدد أكبر من كده كتير أوكي طيب سميلي دور عملته لما بتشوفه بتقول لنفسك برافو برافو لا هو ليس لحد دلوقتي ما عملتش الدور الحاسي سنة أن أنا طلعت فيه كل إمكانات عملت حاجات الحمد لله رب العالمين الناس بيتقول لي أنت كويس فيها لكن أنا دايما بحس أنه كنت ممكن أعمل أحسن من كابلتي أوكي أنت خريج معهد فنو المسرحية إيش رأيك في الجدل اللي صار أخيرا في مسلسل ليلا والمقارنة بين خريجين المعهد وخريجين أداب قسم المسرح والله أنا مش مش شايف أن فيه مقارنة هو أصلا عموما سواء مع تفنو المسرحية أو أداب مسرح هو كلنا بنكمل بعض يعني حتى خريجين مسرح الجامعة وهم في الأول وفي الآخر يتعلموا في المسرح برضو فأنا مش شايف أنه فيه تضاد يعني الناس في الآخر كلها طالما أنه ممثل كويس ويثبت نفسه أنا مش شايف أنه لازم يبقى متخرج من الأكاديمية هل تتكلم دائما عن علاقتك السيئة باللغة الإنجليزية ومؤخرا قلت أنه بناتك بس بيتكلموا إنجليزي كيف تتواصل معهم؟ لا هم مش بس بيتكلموا إنجليزي هم بيتكلموا أصلا معي أنا عربي لأنهم عارفون أنه الرجل ده إيه غالبان هم بيتعابلوا معي كده لكن هم قصدي أن مدرساتهم فيها إنجليزي وفيها عربي بس طبعا هم طول الوقت عشان مدرسانهم إنجليزي كتير فبقى الإنجليزي بتاعهم كتير فبقيت أنا كلامي معهم قليل يعني العلاقة هتضعف دي بعد مرور السيئة؟ ليس متضعف لا 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 أنا بأكلمهم هم فهمني يعني بأكلمهم عربي فهمني هم بيرد علي عربي وشوية إنجليزي أنا فهمهم بس المهم أننا فهمين بعد المهم